السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نتعلم كيفية طلب الحصول على البيشون بيديس او باللغة العربية اخراج القيد. بداية ندخل على موقع السكاتفيركت اللي هو مصلحة ضرائب السويدية www.scatverket.se بعدين نعطيه لوقائين تسجيل دخول. عن طريقة الموبيل بانك اي دي. هي بالنص. نضغط عليها. هون منحط البلش النمير بعدين نضغط اوكي ومنفتح التطبيق او منفتح الصفحة عن طريق الموبايل بانك اي دي نوقع عليها. بعدين نضغط على سكريف اوت بيشون بيويس. هي الخيار الاول هون بالاصفر. هون في عنا عدة انواع من البيشون بيويس. في مكتوب موجودهم باللغة الانجليزية. عند هذا السطر. وكمان باللغة السويدية. ممكن بس للشخص يضغط على الملف. ويحمله بعدين يعطيه طباعه اذا كان الموبايل او الكمبيوتر موصول بطابعة. ممكن كمان يعطيه بيشون بيويس. اللي هو طالب حتى تجي البيشون بيويس على البيت. من طريق البريد. تحصفها هون كما شايفين ننزلها تحت. فهون عدة لازم نختار مثلا مشان شو نحبنا لبيشون بيويس. ممكن عدريكات بيرو. اللي هو مكتب المحامات او البيت سيفري. صاحب عمل او بنك او محكمي. او مؤجر. يعني او مالك عقار او حتى سفار السويدي او قنصلي بالخارج. او حتى جامع او حتى او تلانسك او تلانسك مي امبساد انه سفارة دولي خارجي مثلا. ضغطنا عليها ممكن يعطينا لبعض الخيارات اعطينا نستا مثلا. فهون المعلومات الممكن تضمنها لبيشون بيويس. او حتى الشخص مع مين متزوج وكم ولاد او انواق يعني معلومات متعددة. اخطينا الخيار الاول نصب المثال. فهون بيسأل هنا انه اذا منحتاج او ختم استامبل وتوقيع فمحط يا او ني حسب الحاجة ممكن بعض الحالات السفارات تطلب ختم او حال بدك تقدم على فيزا او شيء فالسفارات ممكن هنطلب اخراج القياد او بيشون بيويس مختوم من منسكات الفيركيف بتعطيها مثلا. بعدين تضغط على نستا. وبعدين تضغط على بيستيل فيا بوست اللي هي عن طريق البريد. هون بتحط البيشون نمير متنوعه بالنموذج هات. النموذج المكتوب. مثلا زي كان شخص 1990 فيا بيكتوب بس 90 ويكمل الرقم. وبيقدر يحدد عدد بعد ما يكتوب بيشون نمير بيقدر يحدد كمان عدد البيشون بيويس البديوية. وبعدين بيضغط على بيستيل فبالتالي بيجي البيشون بيويس بوصل على البيت خلال يومين او ثلاثة منخذ من الطلب. عن طريق البريد العادي. ان شاء الله تكون استفدتم من هذا الفيديو. بشوفكم فيديوهات جاي. الى اللقاء.